اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هنتكلم مع بعض عن اهمية التعليم واهمية التطوير وازاي ممكن نشتغل على دا وازاي ممكن يكون عندنا تعليم حقيقي هدفه هي التسقيف والمواطنة الحقيقية مش بس ان انا اعلم تعليم من وجهة نظري او تعليم في قوي وانه مش من اي حد ان يحاول التعليم لتعليم في قوي النهاردة الحقيقة هيكون معنا في الفقرة دي دكتور كامل مغيث أسفا الباحث في المركز القومي للبحوث التربوية سبعة خير دكتور سبعة خير اهلا من حضرتك معنا النهاردة والحقيقة انه التعليم بيواجه مشكلة كبيرة جدا كيفية اصلاح التعليم من وجهة نظري حضرتك نبتدي منين ونعمل ايه طيب نهارك سعيد في الاول ويعني انا كنت احب مع السادة المشاهدين نبدأ بموضوع يفتح النفس ايه هو التعليم الكاك موضوعات كتيرة بس التعليم للأسف الشديد اصبح مشكلة طبعا وهم سقيل فيعني يعذرونا في اننا نتكلم عن التعليم اعب اه خليني التشخيص هو اصل للعلاج فلازم يعني نقول ايه المشكلة في التعليم فهنلاحظ انه المتهم حسن المبارك معلش الناس مختلفين هنقول سابق وانما اخلوه بس هو متهم دلوقت فالمتهم حسن المبارك ونظامه اضار ظهره للتعليم تماما ولم يعد التعليم بالمعنى الوطني والشعبي والانساني لم يعد يعنيه وقال هذا المثل اللي ما معهوش ما يلزموش مش ما معكيش تدفاعي خلص مش هتبقى مش هتتعلمي بالذك وبالتالي اصبح لدينا اللي بيتعلمه فئتين بس فئة الاسرياء اللي يقدروا يودوا اولادهم المدارس الاجنبية والمدارس الخاصة اللي بلغات واللي بحدة عشرات من الولو في الجنيهات او اذا كان تعليم حكومي فايب على الاقل يقدر يوديه دروس خصوصية من اول الحضانة لغاية السن عشان يضمن له مكان في الجامعة اما الشعب والفقراء وسبعين تمانين في المئة من المجتمع فما عادوش يتعلموا ده سبب من الاسباب اللي خلت التعليم منهار من الاسباب تانية ضعف ميزانية التعليم لا يمكن تصور احنا اخر ميزانية للتعليم بعد الثورة للأسف الشديد اتنين واربعين مليار جنيه اما تقسميهم على عشرين مليون في التعليم عشرين مليون طالب يطلع نصيب الطالب حوالي ألفين جنيه معلمين بياخدوا منهم خمسة وتمانين في المئة ينفق على العملية التعليمية حوالي تلتمية ربعمية جنيه في السنة يعني ثلاثين اربعين جنيه في الشهر يعني ثمن سندوتش من السندوتشات الكويسة محدش في الدنيا بيعمل كده اما تحضرتك تعيني مدرس وتقولي له ده المحظوظ المتعاقد هتاخد مرتب تلتمية خمسة وسبعين جنيه دي مهزلة مهزلة بالفعل تلتمية وخمسة وسبعين جنيه لشاب اجتهد وحصل على باكالوريوس ولسانس والمفروض انه بيبدأ حياته بيبدأ يفكر في تكوين أسرة وتقولي له تلتمية خمسة واربعين وكلنا يعلم ان التلتمية خمسة واربعين جنيه دولا مصروف شخصي لطالب في الجامعة ومصروف متواضع كمان لا طبعا مأساة قصة المرتبات والحاجات دي طبعا مشكلة كبيرة جدا وإحنا الحقيقة لحد دلوقتي مش عارفين هي ليه ما بتتحلش برضه زي كل حاجة زي حاجات كتير جدا ما بتتحلش هتكلم عن الميزانية وغابة الرؤية بقى كمان أصبحنا بنود ولادنا المدارس لأنه ما هو لازم العيال تروح المدرسة إنما ده حيطلع عامل ايه ده حيطلع شكله في العالم اللي احنا فيه ده ده حيطلع مواطن مصر ازاي وبالتالي انهار التعليم ما احنا يعني الموضوع مش موضوع متخصصين وخبراء انت لو سألت أي حد في الشارع هل أنت متأكد أن ابنك اللي في الاعدادية يجيد القراءة والكتابة هيقول لك لا ممتحن وشوف لأنه ممكن يوصل للإعدادية وما بيعرفش يكتب اسم والشواهد على هذا كثيرة والمقالات كثيرة والأبحاث كثيرة اللي بتقولين الأولاد ممكن أولاد تاخد دبلوم ونقول لها اكتب باسمك ما يعرفش يكتب باسمك فهذا حال التعليم للآسف الشديد ارتباط التعليم بالوضع السياسي دكتور يعني ارتباط التعليم المصري بالوضع السياسي ازاي ممكن يكونوا مرتبطين ببعض وشكل الارتباط ده عامل ازاي ولو الوضع السياسي غير آمن او غير مستقر او ليه وجهة نظر مختلفة عن التعليم ازاي احمي التعليم واحمي الطفل واحمي الأجيال اللي بتتعلم الأجيال اللي جاية من انهيار الوضع السياسي اذا كان في حالة انهيار يعني التعليم طول عمره مرتبط بالسياسة بالمعنى الايدولوجي العام يعني التعليم في المرحلة الليبرالية في مصر قبل صورة يوليو تدخل المدرسة تحس انك داخل مدرسة لها علاقة بالليبرالية هناك فنون هناك مصرح ركن دولة بتاعي الاخوان المسلمين ودولة بتاعي الولاد اليسار ودولة بتاعي الولاد الحزب الوطن وفي نقاش وهكذا اما انا دخلت المدرسة الابتدائية في الستينات تحس انك كنت داخل مدرسة قومية انا شيد الله اكبر بندخل عليها الفصول شعارات عبد الناصر ومقولات عبد الناصر صور العدواني السلسي وهكذا فلابد ان هناك علاقة ولكن في ظل الليبرالية لا ينبغي ان تكون هذه العلاقة حزبية ما ينفعش النهاردة يجي الحزب الناصري يقول انا هخلي المدرس ناصرية وبعدين يقوم يجي حزب الوفد يقول لا انا هرجحها وفدية التعليم يحض على السياسة ويشجع على السياسة اما الايديولوجية دي شغلة الاحزاب يعني انا المفروض لتلاميذي في المدرسة ما عنديش مانع اعمل درجة للي مهتم بالعمل العام لعضو حزب لعضو جمعية اهلية لعضو كذا لكن الشأن الايديولوجي ده ما يهمنيش انا يهمني ان يطلع اولادنا مهتمين بالعمل العام يقول انا هساهم انا عضو في جمعية هعمل محو امي هعمل تشجير هعمل مقاومة امراض مقاومة ادمان وهكذا لكن من منطلق ناصري ولا يساري ولا اخواني المفروض ان ده يكون من شأنه والمفروض ان يكون وزير التعليم عارف ان دي مسألة اساسية وانه لا ينبغي ان الايديولوجيا تدخل داخل التعليم لما رئيس لجنة التعليم في مجلس الشعب يكون سلفي تفتكر ده ممكن يغير ايه في التعليم في مصر للأسف الشديد يعني انا وما زلت متفائل واعتقد اننا لسه في مرحلة انتقالية واعتقد اننا لسه الثورة ما حققتش اهدافها وما زلنا في حالة ثورية وما زل شبابنا الثور بخير رغم القوى التي تواجههم وعلى رأسها المجلس العسكري وعلى رأسها حكمت الجنزوري ولكن نحن في حالة ثورية وسنظل في حالة ثورية وكنت اتصور انه هيحصل في التعليم امرين انه هيتقدم من الناحية الفنية وانه هتزيد ميزانية التعليم زيادة كبيرة عشان ننعتق من نفق النفقات والمصرفات المحدودة والفقيرة ده من ناحية تانية وانه حنعيد ترتيب اولوياتنا بحيث انه التعليم يحتل المكان اللي طليق به انا وانا صغير كنت بناخد كده في الدروس انه من اسباب تقدم الدول وقوة الدول زي مصر كده انها في موقع متوسط ان لديها مصادر صروة متعددة ان لديها سكان ينفعهم قوة عاملة ولكن احنا في عصر كل ده من بقش له معنا انت ممكن تكوني في دولة لا فيها موارد مواد خام ولا هي في موقع متوسط ولا ارضها فيها زراعة ولا اي حاجة لكن لو لديها تعليم تتلاقيها قفزت في تأرير التنمية البشرية للفئة العليا فللأسف الشديد ما شفناش ده وما شفناش تعظيم لميزانية بالان بالعكس ميزانية التعليم كانت بتزيد في اخر سنوات مبارك بما يعادل حوالي 20% سنويا بعد الثورة ما زادتش غير حوالي 25% للأسف الشديد وده يعني معناه انه الميزانية بقت بسال في الحقيقة وده يعكس انه مش هيحصل حاجة وبعدين لما نغير نظام احنا غيرنا نظام نظام فاسد قامت عليه عصابة وعصابة استبدت بكل حاجة ونهبت كل حاجة في البلد كنت اتصور ان احنا هنتعمل نعمل نظام قومي وطني وانه القوى السياسية هتساهم في هذا النظام الوطني القومي لكن للأسف الشديد انا لقيت السلفيين بيتكلبوا على لجنة التعليم ويعلنوا انهم ما هيخلوا التربية الدينية مثلا بدرجات وده كلام يعني اسمحيلي ان انا اقول كلام فارغ في ضوء ان انت عندك هم في التعليم نقابة المعلمين ما عندناش نقابة المعلمين نقابة فاسدة ميتة ما لهاش معناه بينما ما فيش مهنة حتى تتقدم في الدنيا من غير نقابة تحط معايير للمهنة تحمي اصحابها تعمل جزاءات تحدد اجور وهكذا فين هما من النقابة فين من تعظيم ميزانية التعليم اللي هي 42 مليار زي ما انا قلت وعلى الاقل علشان تقولي حبدأ الاصلاح محتاجة تتضاعف فين هما من الضغط على الحكومة علشان نزود الميزانية وانا قدر اتكلم نجيب فلوس للتعليم منين على سنة منين يا دكتور هقول لحضرتك عندنا عشر مصادر والاخوان يقولوا احنا هنعمل مدارس اخوانية لا مش مهم كل الكلام ده المهم ان احنا نعمل مدارس اخوانية نعمل مدارس اخوانية ونعمل بالتربية الدينية والذباط يربوا دأنهم ومش مهم خالص بقى اللي بيحصل لا مهم امن ولا مهم تعليم ولا مهم حالة خالص تبدو لا يعملوا مدارس اخوانية والماركسيين يقولك ليه وهم محسن مني هنعمل مدارس اخوانية هو الشكل اهم اصلا من المضمون بكتير قوي ده جزء السمو المشكلة بتسألين نجيب فلوس منين أنا يعني بعد مثلا عشرة اتناشر خمستاشر مصدر نجيب منهم فلوس للتعليم بس حد يرد عليه يعني الواحد قرب يحول الموضوع لكوميديا عبسية كده تجي نعمل لطمية نعود نلطم يعني ان التعليم زي ما بنقول ما انت ما تستنيش مدرس يعلم وهو بياخد تلتمية جنيه حقيقي انت عرف فعندنا مية خمسة وتلاتين الف معلم بياخده كم قولي يا حضرتك بياخده كم في الشهر حوالي مية وخمسين جنيه في الشهر ملف اجور المعلمين اتفتح اكتر من مرة يا دكتور ليه لحد النهاردة ما فيهوش اي حاجة زي هو زي اي حاجة يعني لحد النهاردة ما حصلش فيها اي جديد مية خمسة وتلاتين الف معلم بياخدوا مية وخمسين انا مش عايز اقولي ان الواحد لو ادى ده البنته اللي في الجامعة هتقولي بس اعمل حسابك ده بيادوبك الاسبوع ده ده مصروف شخصي عشان تركب ولا ميكروباس او لما تتزين تاخد تاكسي ولا حاجة المهم جيب منين فلوس اول حاجة نجيب فلوس من اعادة هيكلة الاجور في الوزار انفعش مكان يصرف قد كده او الاولويات او كتب مالهاش لازمة او بعض الحاجات المظهرية اللي مالهاش معنا يعني اعادة هيكلة الاجور في الوزارة عندنا اعادة هيكلة الاجور في الدولة لما يكون بعد الشر عندك ابن مريض بتقولي لا مش حصيف السنادي لا مش هعمل كذا مش هجدد كذا مش لازم اغير العزال يعني عندنا مريض محتاجين نحتشد كلنا فنعيد هيكلة الاجور في الوزارة عندنا الى جانب هذا فلوس العصابة اللي طلعت بره مصرها ايه قالوا لنا مش هنحاكم وبالراحة وخلونا بالراحة عشان الفلوس مش هترجع لنا بالراحة طب هم انتو طالبتوا بالفلوس طب احنا عرفنا لنا قد ايه برا طب احنا عرفنا حنقدر ناخد قد ايه من الفلوس دي ان نخطها في التعليم عندنا حضرتك مفيش وانا عايز بقولك في اللطمية اللي احنا عايزين نعملها الموظف اللي بيقبط خمسمائة جنيه بيدفع ضرائب اخر شهر خمسين جنيه خمسمائة جنيه بيدفع خمسين جنيه طب انا لو انا مستثمر في البورس وبحط مليون الصبح واخدهم مليون ونصف اخر النهار مدفعش جنيه جنيه ضريبة انا عايز حد يقول فيه دولة في الدنيا الواحد يحط مليون ياخدهم اتنين مليون ويقول لهم باي باي متشكرين كتر خيركم نتقابل المرة الجاي مين يعمل كده ناخد ضرائب في البورسة ووصلنا اقصى وعملنا الدرائب عشرين في المائة للمواطنين الغلبانين اللي بيقبضوا من عشرين الف جنيه في السنة وخلناها خمسة وعشرين في المائة للي بياخدوا دخلهم اكتر من عشر مليون جنيه طب ما نخلهم تلاتين في المائة للي اكتر من عشرين مليون ده الدول الرأسمالية اللي بتقول الرأسماليين احرار في اسكندنافيا بيوصل لخمسين في المائة عندي حد معين تزيد عن ميت مليون متين مليون خمسين في المائة طب ما نخلها تلاتين في المائة ودولة اللي بيكسبوا اكتر من عشرين مليون ما بقوش قليلين في المجتمع ما ناخد الخمسة في المية دول للتعليم دعم الغاز اللي بيروح للمصانع اللي بتبيع لبره أرخص من اللي بتبيعه للمصريين اعتمادا على السروة المعدنية والطاقة اللي هنا ما نعيد النظر في موضوع دعم الغاز سنة دي خاصة اللي بيقولوا عليها في المحافظات بمئة مليار جنيه مش عايزين ناخدها ولا حاجة هي فيها مستشارين ما بيعملوش اي حاجة ومتعينين وصايت وجدعانة ومحبة في ظل نظام الفساد اللي سايد وما بيعملوش حاجة والواحد بياخد سبعين وتمانين ومئة ألف جنيه ناخد ضرائب عليهم مش بنقول ما ياخدوش وهكذا بس حد يرد علينا يقول ده ينفع وده ما ينفع هو حد يرد علينا بقى دي هي دي المشكلة اللي دايما بنواجهها دكتور كمال مغيس الباحث في المركز القومي للبحوث التربوية انا بشكر حالتك على وجودك معناه بدل ما نقعد نتكلم بقى في حكومة اقتلافية ونتكلم في رئيس توافقي ونتكلم في المئة وخمسين زابط اللي عايزين يربوا دقنهم ونشغل الرأي العام كده بمواضيع في الاخر بنصها ما بيحصلش نتكلم بقى في المشاكل الحقيقية نتكلم في الفقر نتكلم في التعليم نتكلم في الأجور نشتغل بقى شوية ونتكلم في الحاجات المهمة اللي هتفيدنا بجد ولي هتفيد بلدنا نروح للفصل ونرجع عن الكلمة